مع الوزيرة حقيقة احنا اجمل الاشياء من توصلنا حتى البلدان العربية بنسمع النشميات الاردنيات هذه نسمع مفردة النشمية الاردنية نشعر بالقوة والصمود والتحدي والمطاولة والاستمرار وفي بلداننا كان على صعيد العراق رغم بان دامنا نقول مجتمعات الشرق الاوسط هي مجتمعات ذكورية السلام ذكر بان الكوتا ومطالب النساء والسيدات ما زالت مستمرة للكوتا في تمثيل المرأة اليوم نتحدث ايضا عن جانب مهم في بعض الوزارات حتى في داخل العراق نجد بان السيدة او المرأة عندما تستلم المنصب تكون افضل من الرجل في تطبيق القانون والتشريعات القانونية في بعض الاحيان ويكون المسار واضح ولا تتعامل بالعاطفة نهائيا رغم بان السيدات يقولون النساء اكثر للعاطفة ممكن تنجروا في هذا الجانب يعني انا دائما انظر الى ان عاطفة المرأة بالعكس هي عنصر لقوتها في اي موقع هي تكون فيه لانه في كثير من الاحيان لا نحتاج فقط الى القوى المجرد تعاطي الانسان يغاية في الاهمية ومن المهم جدا ان يكون هناك يعني ما تمثل المرأة من قيم ومن رؤى ومن افكار ان تجلبوا الى الطاولة هذا هو التنوع الذي يقدم لنا افضل صور القرار واكثرها حاكمية لا نستطيع ان نأتي باشخاص فقط مثلا يكونوا تكنقراط بعيدا عن السياسي لانه دائما مثلا السياسي له وجهة نظر مختلفة عن التكنقراط وبالتالي كذلك لا نستطيع ان نأتي بطاولة عليها فقط النساء او عليها الرجال فقط عليها الكبار فقط دون الشباب فانا بعتقد دائما انه ما نبحث عنه هو ان يكون ان تكون طاولة صنع القرار تحتمل اكثر قدر ممكن من الرؤى والافكار والقيم لانها بتجلب او بتتكلم عن مصالح الجميع بيكون القرار الصادر برأيي اكثر اقترابا من الناس اكثر تلبية لحاجات كل الفئات في المجتمع التجارب اثبتت ما تكلمت في استاذ احمد يعني التجارب اثبتت بان النساء عندما يتولينا صنع القرار ويتغلى بالعقل على العاطف بيكونوا اكثر نزاهة عدالة هذا موقف مني ومن سلام اكثر بعدا عن الفساد الدول التي استطاعت ان تحقق مستويات افضل من التنمية المستدامة هي الدول التي استطاعت تقلص الفجوة بين الجنسين بطريقة اكبر وافضل فانا اعتقد بان حتى تقليص دائما اتكلم بهذا الامر ولا اخجل من تكراره دائما اقول بان تمكين النساء ليس مصلحة للنساء وانما مصلحة للمجتمعات والاوطان يعني نحن لا نمكن للنساء ترفا او يعني لحتى تكون النساء موجودات في مواقع محددة وانما لان مصلحة المجتمع مصلحة الاوطان هو ان يشارك الجميع في صنع القرار